السلام عليكم معكم محمد في هذا الفيديو الجديد سأشارككم طريقة إطعام صغار الكناري والطعام الملائم لهم في هذا العمر خصوصا إذا كنت تريد مساعدة الأنثى في إطعامهم كذلك الحفاظ عليهم بصحة جيدة فالإناث التي عندها عدد فراخ كبير إما خمسة أو ستة فراخ فيصعب عليها إطعام الكل فعليك التدخل بمساعدتها بإطعامهم مرة أو مرتين في اليوم ما لحسب المستطاع فإخواني بهذه الطريقة ستتجنب موت الفراخ كذلك ستساعدهم على النمو بسرعة لكن هذه الطريقة غير فعالة بالنسبة للإخوة الذين يريدون نزع الفراخ نهائيا من على أبويهم والتكلف بهم يدويا فهذه الطريقة تصلح فقط لمساعدة الفراخ أما بالنسبة للطريقة الأخرى ألا وهي نزعهم كليا عن أبويهم والعناية بهم بمفردك فهذه الطريقة تحتاج أن تشتري طعام صغار الكناري واسمه A21 فهو يصلح لصغار الكناري وهناك كذلك مجموعة من الأشياء وجب عليك أخذها بعين الاعتبار على وهي درجة الحرارة التي وجب عليك أن تحافظ بها على الفراخ فهناك مجموعة من العوامل وجب عليك وضعها بعين الاعتبار لكي تعتني بصغار الكناري وتخلعهم من على أبويهم أما بالنسبة لهذه الطريقة فقط سنقوم بمساعدة الأنثى على إطعام صغارها مرة أو مرتين مرة في السباح ومرة في الليل أو يمكنك فقط إطعمهم في الليل بمفردك وبطريقة سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت إخواني سأترككم مع طريقة تحضير أكل الصغار ومن ثم سننتقل إلى طريقة إطعامهم فإخواني كيفما تلاحظون سنحتاج بيضة مسلوقة مسلوقة جيدا فسنحتاج الصفار فقط من هذه البيضة نحتاج إبرة مثل هذه أما إذا لم تتوفر عندك مثل هذه الإبرة فسنطعمهم فقط بهذا الذي يكون متواجد في القلم فسنحتاجه لإطعام الصغار وأنا أرشح لكم هذا الشيء أفضل من الإبرة فأنا سأستعمله في إطعام هذه الفراخ وأريكم الطريق نحتاج إلى القليل من الماء الدافئ القليل فقط لكي نمزجه مع صفار البيض ليسهل على الفراخ تناوله ولنزودهم كذلك بالماء الذي سيحتاجونه فصفار البيض يحتوي فقط على الدهنيات والبروتينات أما الماء فهو سيساعدهم على تليين أمعائهم كذلك على تزويدهم بالماء الضروري لهم للحياة والآن لقد قمت بتقشير البيضة سنحتاج فقط نصف الصفار هو فقط ما سنحتاجه بهذه الطريقة والنصف الآخر يمكنك استهلاكه أو إذا كان عندك عدد فراخ كثيرة فيمكنك تقديمه لهم فيمكنك تحضر الكمية التي تناسبك على حسب عدد الطيور التي ستطعمها نقوم بمعسه بهذه الطريقة ثم نقوم بإضافة القليل من الماء نصف ملعقة هي كافية أو على حسب كمية البيضة التي وضعتها نقوم بالتحريك بهذه الطريقة حتى يتحول الخليط عبارة عن عجين هذا هو ما سيأكله الفرخ وما سيستفيد منه والآن ننتقل إلى طريقة إطعام الصغار ننقلهم إلى هذا المكان ثم نبدأ بإطعامهم واحد تلو الآخر هكذا تلو الآخر تلو الآخر تلو الآخر فكما ترون الحويصلة مملوئة وهذا دليل على أن الفرق شبعا كما تلاحظون هنا فلن يستجيب معك فعندما ترى أن الحويصلة امتلأت بهذه الطريقة تتوقف عن تقديم الأكل لهم فقط نقدم هذا الشيء مرة أو مرتين في اليوم على قدرة المستطاع فإخواني هذا جيد جدا للعناية ومساعدة الأنثى في إطعامهم وكذلك لنساعدهم على النمو بسرعة هذه فراخ أكبر في السن سأقوم بإطعامها كذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الفراخ الأخرى شبعانا فإخواني كل الفراخ قامت أمهم بإطعامهم قبل قليل فقط أريد أن أريكم الطريقة سنقوم بتنظيف المنقر لا نترك الأوساخ في العش إخواني ترجمة نانسي قنقر كانت هذه الطريقة التي أقوم بمساعدة الأنثى بها بإطعام صغارها إذا كان عدد الفراخ عندها في العش كبير نقوم بإطعامهم مرة أو مرتين في اليوم على حسب المستطاع فإخواني بهذه الطريقة ستساعد الفراخ على النمو بسرعة كذلك لمن أراد طرح أي تساؤل هناك حسب على الإنستغرام خاص بالقناة سأترك لكم رابطه في الوصف تحت كذلك هناك صفحة على الفيسبوك ومجموعة على التليجرام هناك مجموعة من الإخوة في التليجرام سيقومون بالإجابة على كل أسئلتكم وحييهم من هذا المنبر إخواني الكرام كان هذا كل ما في فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدت ولو واحدا منكم هذا يعني للكثير لا تنسوا الضغط على زر لايك للشراك في القناة تفعيل زر الجرس كان معكم أخوكم محمد إخواني ودعا